وإذا كان الآن الشيخ حسن يوسف موجود يتفضل يلقي علينا موجزة بحثه المعنوان مواجهة الإمام زين العابدين لبذور التصوف في عصره وسنضغط الوقت قليلا قدر الإمكان بقي لدينا بحثان في الواقع سنضغط على أخواننا الباحثين ليكون أقل من ربع ساعة الشيخ حسن يوسف حسين هو حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الكويت وطالب حاليا في الحوز العلمية الشريفة في النجف الأشرف من مؤلفاته مليكة الروم تحقيق في سيرة السيدة نرجس عليها السلام بالمقارنة بين المصادر الإسلامية والبيزنطينية وسلسلة فوائد في السيرة مجموعة مقالات في سيرة الأئمة عليهم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سادة الفضلاء أصحاب السماحة والسادة والمشايخ الكرام والأخوة الحضور جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع البحث دور الإمام زين العابدين صلى الله وسلم عليه في مواجهة بذور التصوف في زمانه في الواقع التصوف كزهد منظم أو كفرقة دينية نشأ متأخر عن حياة الإمام زين العابدين يعني يرجع إلى أواخر القرن الثاني أو بداية القرن الثالث الهجري ولكن في زمن الإمام زين العابدين شيء أشبه ببذور أنتجت هذه الظاهرة هذا المذهب المنحرف وفي الواقع كان أشبه بردة فعل اللي حصل في الدولة الإسلامية من ظلم لأهل البيت وقتل لسيد الشهداء هذا من جهة ومن جهة أخرى الانقلاب على المفاهيم الإسلامية الإسلام قام يعني إسلام الفقراء إسلام عمار بن ياسر إسلام سلمان أبو ذار بلال بن رباح شون قلبة الموازين النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس حل الحضيظ يجلس جلسة العابد صار الخلفاء في الدولة الإسلامية أشبه بالأكاسرة والقياصرة يعني حالة أخرى وهذا كل تقصير المجتمع اللي قصر في نصرة أهل البيت وما نصر أهل البيت وجعل الأمور تقول إلى غيرهم اللي ساد هذا الترف والطبقية والتفرقة والمسخ للقيم الإسلامية هذا خلق ردة فعل عند المجتمع أفرز هذه الظاهرة النسك والزهد على غير السنة فالإمام زين العابدين سلام الله عليه كان بدورة كأن أشبه بالتصدي لهذه الظاهرة طبعاً إذا نقرأ سيرة الأم نشوف مثلاً الإمام الباقر عليه السلام في مرحلته يبقر العلم بقرة هل كان من المناسب أن الإمام زين العابدين يبقر العلم بقرة والإمام محمد الباقر يكون هو سيد الساجدين في زمنه لا بد أكو ظروف تحكم أن أفضل سلوك أفضل عمل أفضل طريقة للتصدي للدين أن يكون الإمام علي بن الحسين هو زين العابدين أكو مرحلة اقتضت ذلك أن يظهر النموذج المثالي في العبادة في الواقع مثلاً الإمام زين العابدين ما كانت عبادته أكثر من عبادة أمير المؤمنين وإنما المائز أن الإمام زين العابدين أظهر هذه العبادة للناس صار ما يتعبد في خلواته أمام الناس حتى النموذج الصحيح للعبادة يظهر للملأ في ذاك الزمن يعني عرف في البصرة وفي الكوفة وفي المدينة حالة زهد أكو أعلام أن اتحررت لذكر بعضهم كانوا أعلام النساك والزهاد في ذلك العصر أبرز شيء البصرة كانت مالك بن دينار أيوب استختياني صالح المري رابعة العدوية شخصيات كثيرة عرفت بالزهد والزهد عندهم كان على غير السنة ظواهر عجيبة كانت أكو عبارة لإبن تيمية يتكلم عن هذا الموضوع أكو عبارة إبن تيمية يقول أن أول ما ظهرت الصوفية من البصرة وأول من بنى دويرة الصوفية اللي هي مثل دار عبادة مأخوذة من الدير دير الراهب بعض أصحاب عبد الواحد ابن زيد من عباد البصرة بعض أصحاب عبد الواحد ابن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن البصري وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصار ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية طبعا في الكوفة أيضا كانت ظاهرة الزهد لكن الكوفة لميلها لأهل البيت وتشيئها لأهل البيت الظاهرة ما سارت هذا المسير المفرط والمتوغل في الانحراف يعني من زهاد الكوفة أبو حمز الثمالي رضوان الله عليه وأول ما التقى بالإمام زين العابدين أعجب بعبادته فتابعه هذه الرواية الموجودة في الكافي وفي فرحة الغريب في مصادرنا المعتبرة لكن الكتب اللي تتعرض لترجمة العباد مثل حلية الأولياء وصفة الصفوة صفة الصفوة وغيرها تتعرض لذكر أبي حمز الثمالي باعتباره من زهاد ذلك العصر لكن دور الإمام زين العابدين قوم طريق عباد البصرة بحيث حتى طاوس اليماني اللي هو عباد الكوفة العفون اللي يعتبر من عباد الكوفة تأثر بالإمام زين العابدين سلام الله عليه وغيرها اللي بعضهم يذكر أنه بعد يعني عقيدته وسلامة معتقدة كانت سليمة إلى أبعد الحدود بعضهم لا في شأنهم كلام مثل أبي إسحاق السبيعي لكن مع ذلك الانحراف اللي كان في البصرة غير موجود في عباد الكوفة بل يظهر أن كثير من هذه الحالات في البصرة كانت مشوبة بوساوس الشيطان والتباهي ومن ذلك ما يظهر من هذه الحادثة وفيها تباهي عابد من عباد البصرة صالح المري مع عابد من عباد الكوفة محمد بن صبيح بن السماك إذ روي عن صالح المري قال قدم علينا بن السماك مرة فقال أغني بعض عجائبي عبادكم فذهبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خص بيت من خص فاستأذننا عليه فدخلنا فإذا رجل يعمل خوصا له فقرأت إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يقول فشهق الرجل شهقة فإذا هو قد يبس مغشيا عليه أي حالة في البصرة فخرجنا من عنده وتركناه على حاله وذهبنا إلى آخر فاستأذننا عليه هذا عابد من عباد البصرة يصحب عابد من عباد الكوفة كأن يتباهى بحالة الزهد الموجودة فقال ادخلوا إن لم تشغلون عن ربنا فدخلنا فإذا رجل جالس في مصلاه فقرأت ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد فشهق شهقة فبدر الدم من من خره ثم جعل يتشحط في دمه حتى يبس فخرجنا من عنده وتركناه على حاله حتى أدرته على ستة أنفس كل نخرج من عنده وهو على هذه الحال ثم أتيت به السابع فاستأذنت فإذا امرأة له من وراء الخص تقول ادخلوا فدخلنا فإذا شيخ فان جالس في مصلاه فسلمنا فلم يعقل سلامنا فقلت بصوت عال إن للحق غدا مقاما فقال الشيخ بين يدي من ويحك ثم بقي مبهوتا فاتحا فاه شاخصا بصره يصيح بصوت له ضعيف حتى انقطع فقالت امرأته اخرجوا عنه فإنكم ليست تنتفعون به الساعة فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم فإذا ثلاثة قد أفاقوا وثلاثة قد لحقوا بالله عز وجل وأما الشيخ فإنه مكث عن ثلاثة أيام على حالته مبهوتا متحيرا لا يؤدي فرضا فلما كان بعد الثلاثة يحقل السعيد ظاهر المذكور عن وضع البصر ذاك اليوم يعني أظهر أنها مزيجة ببعض الأكاذيب والتباهي والرياء ومثل ذلك الإمام زين العابدين تصل طبعا أنا ذكرت بعض أعلام النساك فهرست لهم نقلا عن هذه الكتب المعروفة حلية الأولياء وغيرها وذكرت عبادة الإمام زين العابدين أشرت لهب ما هو معلوم للأخوة الأفاضل الإمام زين العابدين تصدى لهذه الظاهرة تصدي عملي بعدة كيفيات الأول في كيفية قراءة القرآن كيفية قراءة القرآن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسوق وأهل الكبائر فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم هذه الحالة قراءة القرآن بألحان أهل الرهبانية كانت موجودة في البصرة من زهاد البصرة إبراهيم بن أدهم يقول تعلمت المعرفة يعني الزهد من راهب يقال له أبا سمعان ويذكر كيفية التعلم منهم ويذكرون أن أول من قرأ في البصرة بالتحزين هو صالح المري ومات جماعة من من سمع قراءته أكذا يدعون وروا الحارث بن سعيد قال كنا عند مالك بن دينار وعندنا قار يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها فجعل مالك ينتفض وأهل المجلس يبكون ويصرخون حتى انتهى إلى هذه الآية فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى يقول فجعل مالك والله يبكي ويشهق حتى غشي عليه فحمل بين القوم صريعا هذه قصص كثيرة تشوف بينما يريد يسأل الإمام الصادق عن ذلك عن باب كامل في الكافي في من يظهر الغشية عند تلاوة القرآن يقول سبحان الله الإمام الباقر ذاك من الشيطان ما بهذا نعته إنما هو اللين والرقة والدمعة والوجن بينما قراءة الإمام زين العابدين الرواية أيضا في الكافي الشريف إن علي بن الحسين سلام الله عليه كان يقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته وإن الإمام لو أظهر من ذلك شيئا لم احتمله الناس من حسنه قلت راوي يسأل ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن فقال إن رسول الله كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون كأن الإمام زين العابدين لمسألة الظرف المحيط به كان يقتضي أن يظهر كمال تلاوته للقرآن لهذه الحالة الموجودة في المجتمع الكلام أطول من ذلك وأنا أخذت من وقتكم فيه كلام على إجابة دعاء مصادق تحدي الإمام لصوفية البصرة روايات كثيرة في ذلك ومظاهر أيضا عبادة الإمام وزهد الإمام الزهد الحقيقي وعدم رغبته وإقباله على الدنيا كلام مفصل بحث طويل إن شاء الله إذا طبع نشوف ملاحظاتكم عليه جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله